اشهد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالدعم لا محدود من قبل جلالة الملك المفدى للمواطنين وحرصه الدائم على تسخير كافة الموارد الاقتصادية للارتقاء بالمستوى المعيشي لهم وسعي الحكومة الموقرة برئاسة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق تطلعات جلالته في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفي مقدمة ذلك توفير بيئة استثمارية جاذبة تخلق المزيد من فرص العمل النوعية لأبناء الوطن وثمن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية توجيهات سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف والذي يستهدف خلق 25 ألف وظيفة في عام 2021 وتوفير 10 ألف فرصة تدريبية بما يجعل البحريني الخيار الأفضل للتوظيف لدى أصحاب العمل ولفتح ميدان إلى أن إطلاق النسخة الثانية للبرنامج الوطني للتوظيف يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا ومن فرضته من تحديات على الصعيد الاقتصادي مما يحتم اتخاذ مبادرات خلاقة لمواجهة هذه الظروف والتغلب عليها وتحويلها إلى فرص تامة للنجاح ترجمة نانسي قنقر